السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين ومع لقاء جديد ومع درس جديد من دروس اللغة العربية وكما تعودنا اليوم معنا درس من دروس النحو هذا الدرس من الدروس الهم جدا من دروس النحو في اللغة العربية وقبل أن نبدأ في البدء من الدرس سنريد منكم الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل ما هو جديد وكما تعلمون أن هذه القناة تحتوي على كثير من الموضوعات ليس فقط النحو لكن هناك أيضا الشعر وهناك الخطابة وهناك أيضا نتكلم عن البلاغة ونتكلم عن الأدب ونتكلم عن أشياء كثيرة جدا من علوم اللغة العربية فالرجاء الاشتراك في القناة التوكل على الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهج إلى يوم الدين ثم أما بعد درس اليوم إن شاء الله درس يسمى الحال الحال عندما يقابل إنسان آخر يقول له كيف حالك؟ يقول سعيد حزين مريض وهكذا فالحال هو نسأل عن ما يعني كيفية أو ما هو أحال الإنسان أو كما نقول كده عندما نسأله ونسأل عن الحال بكيفة فإذا أردنا أن نقول ما هو الحال نقول أن الحال هو إسم إذن الحال يكون إسم نكرة يكون نكرة أيضا يعني غير معرف بالنكرة ومنصوب إذن الحال هو منصوب ليس مرفوعا وليس مجزوما وليس مجرورا وأيضا يبين هيئة يعني يبين هيئة الفاعل أو المفعول به وقت حدوث الفعل أو عند حدوث الفعل يعني لما نقول مثلا أتى أبي من العمل هنا عندي أتى هو الحدث ومن هو الذي أتى الفاعل هو أبي أتى أبي من العمل كيف كان حاله يبين كلمة التي تأتي أو التي تأتي تكون حال أتى أبي من العمل متعبا مصرورا فرحا يبين إذن هذه هي كلمة الحال كيف مثلا حضرت إلى العمل حضرت إلى العمل سعيدا مصرورا كسلانا وهكذا إذن اسم نكرة منصوب يبين هيئة الفاعل أو المفعول به عند حدوث الفعل أو عند وقوع الفعل طيب صاحب الحال اللي هو كما كنا أتى أبي أو أتى التلميذ أو أتى العامل اللي هو صاحب الحال ممكن اللي هو بنسميه صاحب الحال هو صاحب الحال قد يكون الفاعل وقد يكون المفعول به ولا بد أن يكون معرفة لبا صاحب الحال دا يكون معرفة لكن الحال نفسه يكون ناكرة ومنصوب وطبعا كنا صاحب الحال بيكون فاعل أو مفعول أو هما معا نأخذ مثال على ذلك مثال جاء القائد كيف جاء القائد من المعركة؟ جاء القائد عندي كلمة جاء هي الحدث والفاعل أو صاحب الحال هو القائد كيف جاء القائد؟ نقول جاء القائد منتصرا جاء القائد مبني على الفتحة وهذا هو الحدث والقائد فاعل مرفوع علامة رفع الضم هو صاحب الحال وهو معرفة كما تشاهدون جاء القائد كيف جاء القائد؟ ممتصرا إذن منتصرا حال ونسميها حال منصوبة بالفتحة لأنه مفرد هنا حال منصوبة بالفتحة طيب من صاحب الحال؟ قلنا القائد طيب ما موقعه؟ فاعل جاء القائد منتصرا هذا مثال على الحال لما نقول مثال آخر شربت الماء صافيا شربت الماء صافيا أين الحدث؟ شرب الشرب من الذي شرب التاء تاء الفاعل هنا شربت 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 ماذا؟ شربت الماء يبقى الماء مفعول به منصوب بالفتحة طيب نرى صافيا صافي لتعود على الفاعل لتعود على المفعول به اللي هو الماء كلمة الصافيا نوصف الماء يبقى شربت الماء صافيا يبقى كيف كان حال الماء عندما شربته أو شربته؟ كان صافيا يبقى كلمة صافيا هي الحال كما تعلمون يبقى صاحب الحال هنا ليس التاء الفاعل ولكن هو المفعول به فإذا الماء هو صاحب الحال وهو هنا موقعه في الإعراب حال مفعول به منصوب بالفتحة وهو طبعا معرفة أما الحال آسف الحال بيكون نكره ويكون منصوب إذا كان مفرد حال منصوبة بالفتحة وتبين هيئة المفعول به عند حدوث الفاعل المفعول به هنا إبقى مرة نبين هيئة صاحب الحال بيكون فاعل ومرة يكون مفعول به نقول مثلا مثال آخر حضروا جميعا حضروا جماعة من ها الذي حضر? الواو الجماعة هنا ده ضمير متصل مبنى في محلشف فاعل كيف حضروا? unbelieh صاحب الحال هو والجماع اللي هو الفاعل ضمير متصل مبنى في محلشف فاعل طبعا الضمير من المعرفة حضروا كيف حضروا؟ بعضا منهمB جزءا منهم Или جميعا جميعا إذا كلمة جميعا حال منصوبة بالفتحة حال. وصاحب الحال هنا الفاعل وهو واو الجماعة. ده صاحب الحال. اذا هذه بعض الامثلة على الحال اللي هي بيكون طبعا منصوب وصاحب الحال بيكون معرفة اما الحال بيكون نكرة. بيقولي الحال له ثلاثة انواع. الحال بيأتي على ثلاثة انواع. اما ان يكون حال مفردة كما هذه الامثلة جاء القائد منتصرا منتصرا لنا حال مفردة. يعني كلمة مفردة ليست جملة ولا شبه جملة ولكن كلمة واحدة. قد تكون هذه الكلمة مفردة ومثنى وجامع. لكنها كلمة واحدة. اه ويكون منصوب. الحال المفرد او المفردة بتكون منصوبة. وتكون منصوبة. مثال على ذلك. بل مفردة هي كلمة واحدة قد تكون مفردة ومثنى وجامع. وتكون منصوبة. اه عادت الطائرة عادت الطائرة. كيف عادت الطائرة سالمة. اذا كلمة سالمة هنا حال نوع الحال مفرد يعني مفرد كلمة واحدة ممكن تكون مفرد ومثنى وجمع كلمة مفردة مفردة عادة فعل الماضي والتأتاء التأنيف الطائرة فاعل مرفوضة ما هي صاحبة الحال سالمة حال منصوب بالفتحة نوع مفرد كلمة واحدة عادة الطائرتان عادة الطائرتان سالمتين عادة فعل الماضي والتأتاء التأنيف والطائرتان فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى عادت الطائرتان. كيف عادت الطائرتان؟ سالمتين. سالمتين هنا حال مفردة لأنها كلمة واحدة وأنها مثنى. حال منصوب وعلامة النصب لأنه مثنى. لما نقول عادت الطائرات سالمات. عاد فعل ماضي. التأنيف والطائرات صاحب الحال فاعل مرفوع بالضمة. سالمات حال منصوب. منصوب بالكسرة. لماذا نصبنا بالكسرة أنه جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة نيابة عن الفتح. وقد نقول أيضا في عادة الطائرات سالمة. يعني ممكن أن نفرضها مع جمع المؤنث السالم. هذا عن الحال المفردة. نأتي على النوع الثاني من أنواع الحال وهي الحال الجملة. وكما تعلمون وكما شرحنا في السابق أن الجملة في اللغة العربية تنقسم إلى قسمين. جملة اسمية وجملة فعلية. الجملة الإسمية تتكون من مبتدأ وخبر. والجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل. إذن الحال قد يكون جملة. عبارة عن مبتدأ وخبر مع بعضهم. أو جملة فعلية من فعل وفاعل مع بعضهم البعض. وفي هذه الحالة نقول على الحال ليس منصوب نقول في محل نصر. شرط آخر عن الحال الجملة سواء اسمية أو فعلية أن يكون به واو الحال. أو يكون به ضمير في المبتدأ وخبر يعود على صاحب الحال. أو في الجملة الفعلية يكون به ضمير يعود على صاحب الحال ويطابقه في الإفراد والتثمية والجمع. ما هي الإسمية؟ الحال يكون جملة إسمية تتكون من مبتدأ وخبر يعني عند جملة فعلية وبعد كده يأتي مبتدأ وخبر. لو بد أن يتصل بها الواو أو الضمير يعني الواو دي بنسموها الواو الحال أو الضمير يعود على صاحب الحال. إعراب الجملة الإسمية اللي بتيجي بعد الفعل وصاحب الحال بيكون إيه؟ جملة إسمية مبنية في محل نصر بحال. طيب نعطي أمثلة. استيقظتوا. هنا استيقظة فعل الماضي. والتالي الفعل استيقظتوا. بأتكلم عن نفسي. استيقظتوا والشمس ساطعة. استيقظتوا والشمس ساطعة. كيف استيقظتوا والشمس ساطعة؟ طيب أين الحال؟ نقول طبعا التاء هنا صاحب الحال. صاحب الحال التاء ضمير متصل مبني في محل رفع فعل. الواو نسميها واو الحال. واو الحال حفو مبني على السكول لا محل ضم الأراء. الشمس مبتدأ مرفوع بالضمر. صاطعة خبر مبتدأ. طيب جملة إسمية أتت بعد معرفة. نقول عليه وبعد واو الحال نقول والجملة الإسمية من المبتدأ والخبر في محل نصبح. في محل نصبح حال. طيب. لو حبينا ندخل عليها اللي هو ضمير. صار الطفل. هنا جملة فعلية. صار فعل الماضي والطفل فاعل مرفوع بالضمة. وطبعا صاحب الحال الطفل. صار الطفل. كيف صار الطفل؟ كيف صار الطفل؟ كيف صار الطفل؟ وهو يبكي. هنا عندي جملة إسمية. الواو بنسموها واو الحال. هو مبتدأ. ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. ويبكي فعل وفاعل خبر المبتدأ. طيب. والجملة الإسمية وهو يبكي في محل نصبح حال. طيب. فين الضمير هنا؟ هو يعود على الطفل. طيب. يبه هذا نفس الكلام في الجملة الفعلية. هنكون جملة فعلية في محل نصبح حال. لو كنت مثلا صار الطفل يبكي. صار فعله ماضي. الطفل فاعل مرفوع بالضمة وهو صاحب الحال. صار الطفل يبكي. يبكي هو. يبه يبكي فعل مضارع مرفوع علامة رفعي الضمة. والفعل ده من مستاذ التقدير هو جملة فعلية. اللي هي يبكي هو. تعود على الطفل. وان كان ده من مستاذر. جملة فعلية في محل نصبح حال. في محل نصبح حال. جاء محمد يجري. جاء فعل ماضي. ومحمد فاعل مرفوع بالضمة وهو صاحب الحال. كيف جاء محمد؟ يجري. اذا يجري هنا. يجري فعل مضارع. والفعل ده مستاذ التقدير هو يعود على محمد. فعل فعل جملة فعلية اتت بعد معرفة. اللي هو صاحب الحال محمد. بنسموها جملة فعلية في محل نصبح حال. هذا عن الجملة. الحال الجملة. سواء جملة اسمية او جملة فعلية. وقلنا شروطها ايه. ان هي بتتكون ابتدأ خبر او فعل وفعل. يكون بها ضمير يعود على صاحب الحال. ويتكون في محل نصبح. النوع الثالث من النوع الحال. الحال شبه جملة. يعني ايه الاول نعرف يعني ايه شبه جملة. شبه جملة. لما انسان يسألني ما معنى الكلمة شبه جملة. عبارة عن الظرف. ظرف مكان او ظرف زمان. فوق وتحت او امامه وخلفه ومساء صباح. او يجي مع جر ومجرور. حرف جر واسم مجرور. ده كل ده بنسميه شبه جملة. لو قاتت بعد فعل وفاعل. او فعل وفاعل ومفعول. شبه جملة ديت تسميها في محل ونصبح. بس ليس شرطاً يكون بهضمي يعود على صاحب الحال. ده خاص للجملة الاسمية. واعربها جملة او شبه جملة في محل نصبح. كما قلنا على الجملة الفعلية والاسمية. طيب. اين هي هي شبه الجملة؟ قلنا! هي ظرف المكان او الزمان. او الجر والمجرور. ده على طولة على بعضه كده نسموهم شبه جملة. والظرف والجر والمجرور بنسموه شبه جملة في محل نصبح حال. نقول ايه? رأيت الطائرة. كيف رأيت الطائرة? رأيت انا بتكلم على الطائرة الآن. صاحب الحال هو الطائرة. رأيت الطائرة بين السحاب. رأى فعل الماضي. مبني على السكون. والتأتي الفاعل. ضمير متصل مبني في محل رفع الفاعل. والطائرة مفعولة به منصوب الفتحة وهي صاحبة الحال. رأيت الطائرة. لان انا اتكلم عن الطائرة. بوصف الطائرة. ببين حال الطائرة. رأيت الطائرة مالها. وطبعا هنا اه اه. الطائرة معرفة رأيت الطائرة بين بين ظرف بين ظرف مكان منصوب ظرف مكان منصوب بالفتحة ودائما يجي بعدين مضاف إليه السحابي مضاف إليه بين السحابي على بعضها كده شبه الجملة أتت بعد معرفة اللي هو صاحب الحال نقول شبه الجملة مبني على السكون في محل نظر حال حضر القائد بزيه حضر فعل ماضي القائد فاعل مفعول بالضم وهو صاحب الحال هنا قلنا في الجملة الأولى مفعول به صاحب الحال هنا القائد طبعا الفاعل حضر القائده كيف حضر القائد بزيه كان يرتدي زيه الباء هنا الباء حرف جر وزيه اسمه مجرور بعد الباء وعلامة جره الكسرة طيب حرف جره اسمه جملة طبعا شبه جملة شبه جملة في محل نصب حال في محل نصب حال وهناك جملة قد يكون صاحب الحال هو الفاعل والمفعول به ركبته 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 القطارة ركبته القطارة هنا بتكلم عني بتكلم عن نفسه وبتكلم عن القطار يعني صاحب الحال هو التاء الفاعل والقطار هو ايه ايضا صاحب الحال ركبته القطار كيف كان حالي انا والقطار مسرعين 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 من هنا ده حال حال مفرد طبعا هي كلمة واحدة حال منصوب بالياء ناو مسرعين من صاحب الحال؟ الكطار كان مسرع وانا لما جيتنا لنجري مع الكطار فكنت بنسرع صاحب الحال هو الفاعل والمفعول الاثنان مع بعضهم البعض كل هذه الامثالة بتكلم عن يا اما الفاعل يا اما المفعول في هذا المثال نتكلم ان صاحب الحال هما اثنين هما تاء الفاعل اللي هو الفاعل والمفعول به في اسم الله اذا هذا يعني درس بطريقة سهلة وميسرة بدون الدخول في تفاصيل كثيرة في درس الحال هذا هو درس الحال اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يسهل كل عسير وان يزيدنا الله سبحانه وتعالى وكن ربي زدني علما والله مشرح لي صدري واسر لي امري وحل العقدة من لساني افقاه قولي وصلاة وسلاما على سيدنا محمد ولا تنسوا الاشتراك في القناة السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة